السنة المغرب يعني بين دوادك أي وما سيكون قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أعطيت في هذه اللحظات مشاهدة كرام انطلقت المقابلة بين الطرفين وطموح الحصول على نتيجة مرضية داكما سنشاهده في هذا اللقاء بين الفريقين معا فكن عرفوا القيمة هذه المواجهات خاصة أن فريق رجاء ريادي من النفس بخطف الثلاث نقاط من هنا من مدينة بركان على غير أنه كانت نالك في الدورات الماضية أو خاصة في المنافسات القرية يعني مشاركة قوية للطرفين معا كرة ملعوبة أمامية محاولة من أجل المرور من يرجعوني على الصورة مدربا لفريق النظرية بركانية الفريق المنتشي كما قلت سابقا منتشي بأداءه الجميل والرجولي الذي يمثل منطقة مدينة بركان كرة ملعوبة أمامية فرصة من أجل التصويب أمريكا ساندو كورا دخل دخل منطقة الجزاء تمرير الجانبية فرصة ممتازة والحارس لما كان مناسب أولى البداية في مباراة اليوم أولى المحاولات طريقة شيدة كانت الكرة الماضية كان بيمكنها تحمل جديد يلعب زكري حضران في غير العمليل حافيدي تمرير عمر بطيب يمشي عمر بطيب من شيء اليمنى يرفع عينه يحاول ما أبكى لنوم يتصرع يرجع الكرة لعمليل حافيدي لأخذوا الهات بين عناصر الفريق الرجاء اليدي مع انطلاقة مع السورة المدربين مع الرغبة الجامحة الوصول مرمى لأمور ممتازة وأيضا دخلنا نعيشه طبق كوروي جميل بين الطرفين فنتمنى وخالصين أن نتبعوا مواجهة مثيرة وقوية بين الفريقين على مصر ورقعة الميدان كورة أمامية عبدالله حافيدي يراوغ جوج للعبين ممتازة للطريقة تمرير فرصة ممتازة ولكن كتضيع بآخر المطاف في الوقت الكامل إن كان استفادة من القرى المادية بشكل جيد نذكر بينه الرجاء الريادي المركز نقوله السادس على اعتبار النتائج أو الأهداف والمباريات اللي كان خادها في دولي الاحتلاف ولو أنه فريق رجاء الريادي سجل 31 أهداف ودخلت شبك 21 إصابة الرجاء الريادي موشيلي كرام العبد 18 مقابل 1 ساعة في الوقت اللي منافسة الدوري احترافي يعني نسير نحو الجولة رقم 22 وبالتالي عنده بجمع من المباريات المتأخرة الرجاء الريادي عنده سبعة انتصارات سبعة تعادلات وأربع هزائم وبالتالي طموحه كبير باش أنه يحصل على الانتصار الثامن في الدورية الاحترافية في التلصار المغرب كما هو الحال الحسنية أقادير يوسفية برشيد مولودية وجدة أيضا من الفرق التي حصدت ثمان انتصارات وبالتالي ما صار موفق لهذه الفرق كرة أمامية محلوب بن حاليب محمود بن حاليب كده له كرة رجعت مرة أخرى رجوية الجيل اليمنى محاولة الاختراق من عمر بطيب بطيب كي حافظ على كرة ديالو رجعت للعب أميلكاس أميلكاس بكيت سرعش كيلعب الكرة ديالو بيودو كترجع عند بكر الهيلالي بكر الهيلالي يرجع الكرة ديالو الخلف ومحاولة البناء العملية الوجومية من الخلف الآن فيما فريق الرجع الرياضي يبدو أنه أكثر بحتل السجيل الهدف أول بحكم أنه ضغط في الدقائق الأولى من عمر مقابلة كرة ملعوبة ممتازة دخول داخل منطقة الجلسات سويبا ولكن مباشرة إلى خارج أرضيق الملعب هذه المحاولة الأولى من السوفي الرحيمي لحاول ما أمكن أنه يؤثر الكرة ديالو بشكل مناسب ولكن كورتو مبشرش بالطريقة اللي كان يريدها اللعب السوفي الرحيمي طريقة الإعداد للعملية الهجومية الماضية وطريقة تصويب الكرة الماضية ولكن آخر المطاف يعني كدع الكرة إلى خارج أرضية الملعب قابلة تدور في جو مشمس داكا ما تعرفوا منطقة أو مدينة بركان يعني في هذا اليومين جوة مشمسة حرارة يعني وكأننا نفعي للصيف ولكن جوة عالية بالنسبة للمنطقة هنا كورة عند سامير ويدار موسيقى والحاكم يقول مخالفا لصريح فريق نظرية بركانيا النظرية بركانيا مشاركة كرام مركزها التاسع في دور احتراف التسالة المالية بخاض عشرين مقابلة فريق نظرية بركانيا عنده ست انتصارات سعودية التعادلات وخمس هزائم فريق الذي يعتبر من أقل الفراق الوطني المغربية يعني هزيمة ويشي في الصف الثالث على المسوى أقل الهزائم أو أقل الخسائر المباريات التي يخسرها فريق نظرية بركانيا فهي الخمس مباريات في المركز الثاني بأربع مباريات تيحة طنجة وفي المركز الأول فريق الويدار الرياضي اللي عنده أقل هزائم في الدور الاحترافي بثلاث هزائم فقط كورة ملعوبة أمامية كترشاند حاليس سنسزنيتي يحاول يرفع الكورة ديالو كترشاند سامير ويدار ولكن قبل ذلك إنزل محمود بن حاليب لا يتمكن من قيمة والتحكم بشكل جيد في الكورة الماضية كورة ممتازة كترجع مرة أخرى عند أنسزنيتي سنيتي بعد الخطورة تغطيها من جانب اللعب ديو هنا تحضير في خط الوسط نذكر بين النهضة ريالية بركانيا يبحث الآن على المسلوخات أمامية من جانب بكر لليلالي فرصة ممتازة تصويبه هذا فهدف جميل هدف رائع لعب بكر لليلالي كوضاع الكورة في المرمى بطريقة كي مجود فرضي وكي وضاع الكورة في المرمى بعد ما قام بالمراوغة وبعد ذلك برجل يومنا تصويبه مركزة لم تترك أي حضل الحالي سنزنيتي وكيتمكن من تعطيها الكورة بشكل جيد ووضعها في المرمى إذن نشاهدون الإعادة وطريقة ديال البناء العملية الهجومية من خط الوساطة تتمل إلى جدكية الجيل اليوسرى ما كشف اللول بكر لليلالي كنشيب الكورة ديالو بعد ذلك قام تموه ثم تطير الكورة وتصويبها ديالو بالشكل المباشر والكورة في المرمى معنينا بذلك الهدف الهدف الأول في هذه المواجهة والهدف اللي جاء تقريباً بحدود دقيقة سنزني سنزني وطريقة تصويبة برجل اليمنى لم تترك أي حد لا للحارس ولا للدفاع ونحن نشاهدون من مختلف الزاوية يعني مشكور زميلي بولوز على الإعادة الهدف اللي شادنا الآن للعب بكر الهلالي جاء من خلال تصويبة قوية برجل اليمنى والتالي هدف أول في هذه المواجهة كورة من جديد لصالح فريق رجاء ريادي الاعتماد على الكورة من جيل اليمنى في محاولة العودة في المقابلة فريق الرجاء ريادي اللي بإمكانه أن يصل للمرمى خاصة أنه اضغط مع انطلاقة هذه المواجهة نكضع كورة محاولة انطلاقة والحكم يدخل مؤلنا بذلك على مخالفة انتزع الكورة والانطلاقة من سامير ويدار لعب بقوة جثمانية جيدة شهده سامير ويدار حاول ما أمكن أنه ينطلق في الخط الأمامي هدف تهتز له المقاعي المجاورة للملعب البلدي لمدينة بركان على اعتبار أنه جماهير عديدة تتابع باهتمام كبير ما يحدث هنا على مصرق الملعب كانت تمني نفس الناس للحضور ومتابعة هذه المباركورة أمامية سلمان والحاج يحاول يمر ولكن كورتون ما بشتش بالشكل المناسب كترجع مرة أخرى لتكون لعناصف فريق ريادي في تماس إذن ردة الفعل الآن من جانب الفريق الفريق الرجوي هل بإمكان أن تأتي في هذه اللحظات أم أناس الآخر طريقة اللي يجب من خلال الهدف كنقول بأنه مجهود فردي للعب بكر الهيلة لمجالي وصرة أعرف كيفاش أنه يقوم بالمروغة وكيفاش أيضا أنه يضطر الكورة دياله بشكل جيد كوراً لفريق الرجوي عن طريق أناس سيناريو لم يكن متوقعاً من جانب فريق الرجوي أنه يتلقى هدف 6 دقائق الأولى ولكن فريق النهضة ريادي بركانيا كان ممكن مجدفعياً وبعد ذلك نتفض بشكل فردي بشكل ممتاز كوراً مامية نسزنيتي داخل منطقة الجزاء كيتمكن من إيقاف الكورة البادر بانون بادر بانون كي حافظ على الكورة دياله تمرينا دياله لزكريا حدراف حدراف كي غير الجال يسرى ومحاولة انطلقة لم تقدم أي جديد كترجع من جديد عند بادر بانون بانون تغيير التجاه كلياً والاعتماد على الجيل اليوم إلياس حداد إلياس حداد كنترول ممتاز كي نزل الكورة دياله كي يرجع للخلف عند رحيم شاكير شاكير كي يلعب الكورة في خط الوسط هنا البناء ديال العملية الهجومية من زكريا الوردي فرصة من جديد العناصة فريق الرجاء على مستوى بناء العملية الهجومية والانطلقة من خط الوسط بشكل دكي شاهدون المترابطات الصغيرة في انتظار تمريلات الحاسمة محمود بن حاليب البادر بانون فرصة عمامية تصويبه جميلة تصويبه جميلة تصويبه جميلة وفي آخر المطاف يعني كنتمشي الكورة يعني مباشرة إلى الحارس عبد العليم حمدي اللي كيتمكم تقطير كورته بصورة جيدة وكان في المكان المناسب كورة عمامية كان في شهد سلمانو للحاج كيتمكن من الكنترول ديالكورة كيتمطنق من جيل اليوم نات مريدة ديالوجانبية فرصة افتجاب بكر الهلالي اللي يظهر عن أنه خطير من جيل اليسرى شوفوه نار خلال على المستوى التغطية الدفاعية الرجاء لأنه من كبشي الخلف نعم ولكن تركين المساحة بكر الهلالي كيحاول يستفرد من المساحة كيحاول يدخل داخل منطقة الجزائر رجاء كورة لامين الكاس الكاس يمنى كورة ملعوبة عن طريق محمد فرحان فرحان هل يفرح البركانيين ونشاهدون طريقة ديالبناء العملية الوجوية مع ميل كاس تحسن اللاعبين فريق النادرية البركانية متحرين من كل ضغوط ولاعبين بجرأة عن مسؤول خطأ الأمامي ومتحكمين حد ساعة فالدقائق هذه في عمر المقابلة في معنى سفر القرشان متأخرى الخلف هذه ممتزى كورة عن زكريا حدراف الهدية التي لا ترد فرصة دخول داخل منطقة الجزائر فرصة هداف هداف عن طريق زكريا حدراف الذي قام بمجهود فردي وتمكن من دخول داخل منطقة الجزاء وضع الكورة في المرمى مؤلنا بذلك على هدف تعادل هدف تعادل ياتف هذه اللحظات مباراة تعاني بالفرجة والإيثارة ولو انه اللاعب زكريا حدراف تصعف اللقطة المادية خطأ المستوى التبرير زكريا اللاعب الحارس عبدالعليم حمدي انه الدخول داخل منطقة الجزاء ووضع الكورة في المرمى بعليم حمدي يعني ممكن نقول بانه اراد القيام تمريرة قصيرة ولكن كانت قصيرة بما فيه الكفاية لاستيلة من زكريا حدراف ودخل داخل منطقة الجزاء ولو الارتماء من جانب يوسف وضايو لإيقاف الكورة المادية ولكن لم تكن كافية لكبح هذه المحاولة من جانب فريق الرجاء الرياضي اللاعب كيفاش انه يتمكن من وضع الكورة في المرمى وبتالي هدف داخل كل مرمى اذا واحد الوحد نتيجة المستجالة بين الطرفين معا في مقابلة اعتقد انه لو كان في حضور جماعير كبير كان ممكن ان نشاهده حماس اكبر واكتر بين الطرفين يعني 11 دقيقة كافية لرؤية الشيبك تتز مرتين وبطريقة بشروعة هذا امر جيد وجيد جدا يوسف وديو اللاعب اللي قام بالارتماء او حاول ما امكن انه يبعد كورة مادية ولكن ما كانش مؤطرة بشكل جيد الارتماء ديالو وبتالي ما تبكرش من من كبح شادو شادو اه لا لا ولو ان زكري حدراف كان ممكن نقول مصابا او اصيبا من جانب يوسف وديو ولكن عقد العزم على وضع الكورة في المرمى وده كما فعل اللاعب زكري حدراف كوراك ترجع عند اناس زنيتي اناس زنيتي يحاول ممكن يلعب كورة ديلة عند دياس حداد حداد يبعد الخطورة مباشرة في تجاه تماس اللي تعطيك انه هناك نوعا ما يعني ممكن نقول تصرع في الدفاع ديا فريق الرجاع ريادي محمد عزيز دياس سعد للتنفيذ يلعب كورة امامية امي الكاس باكر الهلالي من جديد تصويبات باكر الهلالي يختار هذه المرة يرفع كورة في الخطة الامامية كانت بعيدة بعض الشيء كانت بعيدة بعض الشيء ما كانش مؤثرة لو انه اختار تصديد وتصويب الكورة بشكل مباشر نحو المرمى ما كان بإمكانه انها تشكل خطورة اكبر على المعترك دي فريق الرجاع كورة ملعوبة الآن من بانون هدراح يمشاكر ترجع كورة ديالو الأنس زنيتي أمامه اللعبة كوتجو بالرأس ترجع مرة أخرى مثل الويدار تقية المستوى خط الوسط بناء العملية الهجومية الآن ضائعة ترجع مرة أخرى تيجا لابا كوتجو لكن كانت هناك حالة العودة من اتساس اللعين مشاركة اللعب لابا كوتجو في الكورة الماضية كورة ملعوبة الآن على مستوى خط الدفاع ناتح دير من جانب عناصة فريق رجاع ريادي في محاولة انطلق الهجومية تشاهدون البناء من جانب عناصة فريق نظرية بركانيا عن طريق سيميل ويدار البكر الهيلالي بكر الهيلالي تمرير ديالو ممتزة تجاه لابا كوتجو يلعب لابا كوتجو ينطلق من جاليوسرا كورة ممتزة ولكن يفخر مطاف إلى خارج رضيات الملعب مباشرة في اتجاه التماس أو إلى خارج رضيات ملعب الحكام الذي يقول زاوية نعم زاوية الفريق نظرية بركانيا هداء الطرفين صراحة يعني يمكن نقول بأنه في هداء 14 دقيقة الأولى فهو لبع سبيل ويندر على المقابلة اليوم على الأقل ستعرف هدف أكثر كورة ملعوبة من زاوية فرصارة سيادة فهدف ممتز الفريق نظرية بركانيا هدف مباغت عن طريق من؟ عن طريق اللاباكوتجو الرأسية الفريدة البديعة التي وجدت طريقة نحو المرمى ويبدو أن الحارس صارحة ممكن نقول بأنه الحارس المرمى يعني غلطته الكورة وبالتالي هدف كيشيف هذه الدقيقة وهدف رقم 14 لهدف رقم 14 اللاباكوتجو في الدوري احتراف الاتصالة المغرب نشاهدون الطريقة لأنه حتى أنا سيزنيتي باش يوقف الكورة كانت صعبة وصعبة جدا طريقة دي الإيقاف الكورة حاول ما أمكن أنه يمشي لها يعني نشاهدون لقطة رأسية نزلت بهذه الطريقة هذه وبعد ذلك غلطة الحارس والتالي نشاهدون مباشرة نحو المرمى هدف رقم 14 لاباكوتجو في دوري احتراف اتصالة المغرب لاباكوتجو يصير بشكل جيد لانتزاع لقب هدف دوري احتراف اتصالة المغرب على الأقل جوزنا للموسم الماضي والموسم الماضي الأخرى على اعتبار أنه هدف أو الهدف دوري احترافي اتصالة المغرب للموسم الماضي كان 17 هدف نعم وحسين ياجور اللي قدم نفسه 17 هدف المدينة الغميلي كان عنده 13 هدف آنذاك بعد ذلك موسم 2017 2018 ايضاً كان موسماً قوياً فالنشمع من الهدفين يعني فرضوا إقاع ديرهم فرضوا القوة ديرهم وبالتالي كانت هناك نيديا كانت هناك ايضاً رغبة للخطف الحضور القوي في المنافسات الخاصة بالدوري احترافي اتصالة المغرب على المستوى قائمة الهدفين كرة ملعوبة أمامية تحضير الآن من جنب حافيدي حافيدي حاول ممكن ان هو يمرر اختار جال يومنا في تيجن بن حليق ضعت له كرة لاباكوتجو تمريدها أمامية وهي بعيدا بعض الشيء هنا لاباكوتجو الهدف كما قلت الذي يسير بشكل جيد على مستوى قائمة هدفية دوري احترافي تيسالة المغرب توقيعوا لهذا الهدف يعني الهدف رقم 14 في دوري احترافي تيسالة المغرب كيجي في مركز تاني كوفي بوال لعب مميز فارق أولمبيك السفير السجل كل هذه الهدف المقابلة الأخيرة كوفي بوال لعب مميز في ديربي دكالة عبداء فريق دفاع الحسن الجديد كوفي بوال مميز كوفي بوال يتوقع يتوقع كوفي بوال توقع لقاء جهد جداً على المستوى التديفي هذا أمر مهم جداً خاصة أن فريق الرجاء الريادي يعني حاول ما أبكاً باش أنه يرجع في المباراة كورة أمامية فورصة من أجل إبعاد الكورة فيما من جنب عناصر فريق النادرية بل كان هناك ضغط على حامل الكورة تمريرها بشكل ممتاز ولكن بعيدة بعيدة تماماً كانت أمامية احتجال لعب زكري حضراف ما بشاش بالشكل المناسب كتضيع الكورة مادية هذا الحد سعى يعني جيد بين الطرفين ذكر مشاهدة كرام الجولة رقم واحدة شيء عرفات انطلاقات تهديف ديالها في مقابلة المولودية الوجدية والفتح الرياضي الرباطي لأنه سوفيان كركاش أول من فتتحت الجيل في الجولة رقم واحدة عشرين في مقابلة المولودية وجدية والفتح الرياضي الرباطي والهداف اللي ضمن ثلاثة نقاط للمولودية فارق يوسفية برشيد وسريع وضم واحد الواحد مقابلة الانتهات بالملعب بلدي برشيد مدينة أسافي الأولمبيك يضرب بقوة ليكون حاضراً بشكل جيد في نفسات دول الاحتراف الاتصال المغرب وبالتالي تأمين الانتصار أمام دفاع الحسني الجليل كوكب الرياضي مراقوشي يتعدل بنتيجة واحد الواحد أمام الشباب الريف الوسيمي الأولمبيك أولمبيك خريب أمام الجيش الملكي مقابلة عنوان واحد الواحد فيما مباراة اليوم بين النظر ريدي بركانيا والراجاء ريدي نتيجة جوجي الأهداف مقابل هدف واحد هدف الأول بكر هلالي بطريقة جميلة السيد دقائق الأولى ثم زكري حذراف عند الكفة ويأتي لاباكود جوبة رأسية بادئة ليضع الكرة في المرمى معلنا عن هدف الثاني جوجي الأهداف مقابل هدف واحد كرة ملعوبة أمامية عنده حافيدي حفظ على كرة ديالو يختار محمود بن حاليب بن حاليب رجع كرة حافيدي حافيدي هي نفسه تصويب حافيدي كرة ممتزة عند زكري حذراف محاولة دخل داخل منطقة الجزاء بإذا ما تشاهد سوفي الرحيمي رحيمي حاول يراجع الكرة ديالو الخلف والاعتماد مرة أخرى عن الكرة القائمة من خلف داعب حافيدي تصويبه جميلة تصويبه جميلة ولكن هناك حارس متمكن اسمه عبد العالم محمد عمصورة عبد العالم محمدي تطير جيد الكرة المادية عرف كيفاش أنه يوقف الكرة المادية وبعدها مباشرة إلى خارج ملعب سبعة وعشرين سنة عبد العالم محمدي الحريس السابق بصوف فريق الكوكب رياد المراكوش ينشدونها تطير جيد الكرة تصويبه قوية ولكن مباشرة إلى خارج ملعب لم تقدمه جديد ولو أن محاولة ممكن أن تعطيتها العالم محمدي يبعد الخطر على معترك فريق النهضة ريالي بركانية الحافيلي كانت عنده فرصة موثية وضع كرة في المرمى أداء طيب بين الطرفين في مقابلة عنوانا لحد الساعة ثلاثة أهداف كاملة ما لو كانت تعرف حضور شماهيري هذه المباراة كانت بإمكانها أن تكون مشتعل أكثر حماسي أكثر شهدونا كورة ملعوبة خمية قاتل شزاء الرأسية وحاول الآن نبسه خط الدفاع موسيقى 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 سنقشدون يحاول مكان النووي يحدد بالفاك يحدد مكان الكورة بعد ذلك الأمطار القانونية قابلة ترجع مرة أخرى لفريق الرجار يدي بن حليب ترجع مرة أخرى لفريق الرجاج 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 كنت تتبعنا زكريا حدراف حاول اخترق شجل اللاعبين زكريا حافظ على كورتو يلعب كورة ممتازة دخول داخل من دقات الجزاء محاولة ممتازة ما دي يقول الحكم ما كنشونك اشي كان قريب من العملية الحكم مرضوان جيد كورة كبشة عند اميلكاس اميلكاس يختار فرحان فرحان الاميلكاس شوفنا الهدوء للعبين فريق النهضرية بركانيا في حوارهم ما تبقى من عمر هذه المقابلة لعبين بهدوء بدون تسرع امامية كورة في خطل امامي ومباشرة عند الحارس عبدالعلي محمدي يتمكن من الكورة ديالو بشكل جيد محمد عزيز هادئين في طريقة بناءهم الحملية الوجومية الحناصرية فريق النهضرية بركانيا كورة ممتازة من لاباكوتجو ينطريق لاباكوتجو بشكل سريع من جهة اليسرى امامه اربعا ديالعبين رجويين في المستوى التغطية الدفاعية كيفشان سلمان ود الحاش بالماقص اللمسة الاولى ثم بعد ذلك يحصر كورة ديالو المرور الان المرور الان العودة سريعة القيم بالتغطية الدفاعية من جانب الرجاء ريادي زكريا وردي تالي ضاعت الكورة المرور الان المرور الان المرور الان مرور الان العودة اختيار مرور الان من الآن ولا انتلقان من نجال اليمنى زكري حضرافك غير من مكان ديالو تبدل هو اللعب عبد الالحافيلي تم موضوع الماضي كورة ممتزة دخل دخل من طاقة الجزاء فرصة جميلة ولكن القيرة سليمة ورأيها الحجس مرمى عبد العلي محمدين كان الكورة مكشوفة وبتالي يتمكن من إيقاف الخطورة الماضية كورة في الخط الأمامي عند سلمان ودحاج سلمان ودحاج اللي كعود الغياب ديال لعب أعلان تراوري لعب المعروف بقوته تصار في المقابلة الأخيرة من فريقه طوديو تاري سلمان ودحاج حتى الدخول ديالو مكان أعلان تراوري سجل الهدف وعطاه حضور مميز يغيب أيضاً لعب عبد السمد المباركي نحن كنتبعد كورة حاول الدخول داخل منطقة الجزاء برافو برافو يعني جرأة الإيقاف هذه الكورة يعني جيدة جداً شاهدناها من جنب يوسف وضايو لأنه مشى الكورة ووقف الكورة بتالي كان من الصعب الحكم أنه إعلان على خطأ داخل منطقة الجزاء أنا سيزنيتي برافو 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 وهذه أمور تقع في القدم صحيح أنه يكون زميل أمس أو يكون صديق الأمس قد يفتريقان ولكن ربما القدر يجمع أيضا مجموعة من اللاعبين مش أنهم يلعبون مع بعضهم البعض في أندية أخرى شاهد هنا أمين الكاس تدخل الماضي هنا تمر هنا اللي كانت داخل منطقة الجزاء وبعض ربعنون كان بإمكانه يضعف المرمى لولا تعلق الحريس عبدالعلي محمدي وبعد ذلك إبعاد الكرة من جانب الدفاع كورة ملعوبة أمامية فرصة التمرير فرحان وردي ضعت له كورة سلمان ودحاج حاولنا ممكن أنه يختطف الكورة مادية ولكن ما كانش نجح في العملية إذن ربع ساعة متبقية لنهية الوقت القانوني للجملة الأولى ربع ساعة وتتضح المعالم من بإمكانه يكون متقدبا في الشرط الأول من عمر هذه المباراة هل يعود الرجاء ويعدي الكفة أم يواصل فريق ناظرية دي بركاني مشوره في تسجيل الأداف أمين الكاس يمر التمرير لجال يسرى نذكر بأنه فريق ناظرية دي بركاني يغيب عنه كل من ألان تراوري لعب المشاكس القوي وأيضا يغيب لعب المعروف عن الصمد المبرقي الذي يجلس أيضا في تلك الاحتياط كما هو الحال شيخ وطراء كما هو الحال سناي القدم كما هو الحال السويل هذا مجموعة من لعبين جيدين في تشكيلة دي الفريق الناظرية دي بركانيا الرجاء أيضا في دكتة الاحتياط نناح يجورج برون دويك مجموعة من لعبين المميزين اللي عندهم إمكانيات باش أنهم يغيروا في تشكيلة ويغيروا في النتيجة دي المقابلة الرجاء ريادي حامل اللقاب لكأس الاتحاد الأفريقي وصاحب تشادوا دي محاولة ممتاز ممتاز عبد العالم حمدي الذي قام بخط في كرة صراحة خامر في اللقطة المادية ولكن تمكن من إيقاف محاولة خطير هذه اللعبة عمر بو طيب كرة ممتازة الجيل اليسرى محمد عزيز انترق بكورتو ميت صرعج تمريد الجانبية فرصة فرصة عنده اللعب سلمان ودى الحاش ولكن المتألقنا سزنيتي ناسي انقدم الكرة المادية فيما زملائي يفضلون الإعادة للقطة التي كان بإمكانا تكون في المرمى ولكن هناك تصدي رعاة جدا من الحارس الحارس الحمدي نحن كنشاهدون الإعادة لتصدي رعاة سزنيتي محاولات جدا كرة ملعوبة من جليد عن طريق باكر يحاول يمر بشكل ممتاز عن طريق من يختار كرة أمامية لعمر نمساوي عمر نمساوي تعبد فيه بعض الشيء ولكن تمكن من إيقافة وفي آخر المطاف تمشي مباشرة للحارس السزنيتي نمساوي يفكر بدهاء أراد لمس الكرة في أحد اللاعبين ويحصل على زاوية أفضل ولكن ما مشاتش الفكرة بالشكل اللي كان يريده عمر نمساوي وارضي قبل أن تكون فيه دونش تحتاج مجهود إضافة أفضل وأكبر من المعلق ومن المواصف على اعتبار أنه رقعة الميدان وما تجود به رقعة الميدان يجب أن تقدم الإثارة والتشويق وأيضا معطيات الخاصة في الفرق الأخرى وننتبه هذه المحاولة ترشع مرة أخرى عن طريق من؟ عن طريق فرحان لحافظ على كورتو سامير ويدار سامير ويدار من الكاس من الكاس لعب كورتو بكر الهلالي بكر الهلالي تمرينا ما مشاتش بشكل مناسب على اعتبار أنه كان مضايق قاد يعد إلى حافيدي حافيدي كرة ممتازة سوفي الرحيمي حافيدي ورحيمي لم يكن هناك انسجام بالمرة في اللقطة المادية في الكرة المادية عنوان ربما يختزل لبعض فترات الجولة الأولى عدم انسجام مجموعة ملاعيبي فريق الرجاء في تأديتهم للمهام الهجومية بالشكل المناسب محمد عزيز يحاول الامار من جهة اليسرى هناك انطلاقة بكر الهلالي مشاغي تماما بكر الهلالي من جهة اليسرى منذ انطلاقة المباراة وفي 6 دقائق الأولى تمكت من سجيل لذلك من جهة اليسرى الجهة الصعبة من وقت للجهة اليمنى اللي كيتواجد في أن يعني خالق المنافي التمام تشوف هنا اللقطة عمر بطيب كان كورا لسنتمترات قليلة كانت الأمام وهنا محمد عزيز تمرير جانبية ولكن تألق الأغطبوط النسزنيتي اللي كان في المكان المناسب وتمكن من وقف هذه العملية الهجومية كورا أمامي لان تحضير عن طريق زكري حضرة في حول انطلق كورة الهجومية ولكن مباشرة الحارس العالم حمدي في المكان المناسب ذكرية العديد من المباريات القوية بين الطرفين التاريخ يحمل العديد من المقابلات دات طابع الإثارة والتشويق تقيا الفريقان أكثر بمر الموسم وهذه السنة تحتوا على مباراة الذهاب اللي كانت مباراة لعبة بالأب جيغو انتهت واحد وواحد انتهتوا أيضا على ذهاب كأس الكون فيدرالي الأفريقية عرب هداف مقابل هدفين النظرية دربت بقوة لباكوت جوف مناسبتين عمرا فيدي السجادة ومحمد ومحمد فرحان ومحمد فرحان الوغرب عالي الأهداف محسن الجو تعلق بهدفين اثنين وهدفين اثنين ثم المقابلة للإيام بالسفر بين الطرفين كورا منعوبة لمسوخة الأمامي مباشرة في اتجاه التمس عادي النتيجة ويرجعوان لا يهدأ لو بل يعلم جيدا قوة هذه منقابلة تحذير المسوخة الأمامي كان يد بناء العملية الوجومية أنس سنيتي يحاول انطلق بكورا ديالو يلعب كورا جيال يسرى في غياب أي متابعة كورا في الخط الأمامي وحاولة تعود مرة أخرى لعنص فريق نادر يلي بركانية تمرير رجال يومنا كانت الانطلاق عن طريق عمر نمسوي مكشون الانسجام في الأكثر مدية نذكر حبرة الكرام أن المباراة السعرادية الويدية بين الهدياء الرجال ريالي والويداد ريالي فتم تأشيدها المباراة التي قرر من خلال فريق الرجال أنه يأجل كانت منتنظيم هيئة أبوظبي لرياضة يوم الثالث والعشرين من مارس نادي الرجال ريالي كان عنده مجموعة من الأسباب بينها ستدعى ثمانية اللاعبين أساسيا مغاربة والجانب الاتحاق بمتخباتهم الموطنية أيضا كانت عنده ضرورة إراحة مجموعة من اللاعبين نادي الرجال ريالي خلال فترة التوقف الدولية بالنظر العديد من المباراة المقدار نقول مقابلة اليوم هي مقابلة رقم 49 كمباراة رسمية يعني مباراة قوية جدا الفريق رجال ريالي خلال 48 مباراة يعني رسمية وهي ممكن نقول مباراة عديدة وكبيرة جدا لخلال فريق الرجال نتابع الكرة فرصة فرصة دخول دخول الجزاء الإبعاد الخطورة رجعت كوجو ف أجندا ممتلئة من المباراة القوية وأيضا فريق الرجال ريالي قرر على أنه يكون هناك تركيز على تحضير الاستحقاق ريالي التي تنتظر في الأسبوعين المقبلين وكتري هذه المعطيات الواردة لحد ساعة حول المشاركة الفريق الرجال ريالي أمام الغريب تقليدي أمام الويداد ريالي في المباراة الساعة بابوظبي نحن نشاهد بالكرة مباشرة عند الحارس 38 و30 دقيقة مرات لا جديدة يذكر ولا قد ما يعاد هدفين من صناعة النهضة الريادية بركانيا فيما هدف وحيد لرجاء ريالي قابلا في جولة أولى يعني عرفت حد الساعة حضور مميز لفريق نهضة ريالي بركانيا ورغم المحاولات فريق الرجال ريالي وطموحات مجموعة من اللاعبين لكن الأهداف نحن نتابعون ضربة خطأ شاكير الساعدة تنفيذ معروف رفع مجموعة من الكرات السانحة للتديف العديد من المباريات عبد الرحيم شاكير كورا داخل مدقة الجزاء محاولة ممتزة جميلة هذه كورا كان بالإمكان أن تكون في المرمى كان بالإمكان أن تكون في المرمى من جنب بادر بنون بادر بنون إلا لحظوا معي مشاهديك كرام نجوج للمحاولات الحدث السانحة التديف واحدة بالرأس والتاني لشأن منذ لحظات بالرجل كان بإمكان تكون في المرمى كورا ممي نس إزنيتي بعد الخطورة يرجعها مباشرة فابريسنقا فابريسنقا العقورة مامية عند عمر النمسوي بالرأس سامير ويدار سامير ويدار تمرير ديلو فرحان ضايع سامير آخر مطاف الحكم يدخل يقول مخالفة بركانيا يعني سيناريوات مفتوحة منذ طريقة هذه المباراة نحن نشاهد هنا بنون كذن يضع الكرة في المرمى نفسه بشكل جيد لو أن الكرة كانت مباغتها ولكن ما تمكنش من تحول المسار دي بشكل أفضل وأحسن نظريا لي بركانيا لو أنه ينتصر في هذه المباراة سيحصل على 30 نقطة عين التحق برباع المطاردة والمولودية الوجدية وفريق تيحة طانجة يوسفية برشيد وحسينة أقادير الرجاء لو أنه يتعادل في هذا اللقاء سيحصل على المركز السادس وحيدا في ترتيب الدوري الاحترافي تسارة المغرب الوصول له ثلاث نقاط فتعطيه الرتبة التانية يعني في الدوري الاحترافي أحسنت على فرصة الوصول له نزل وختبط الوصول مربحة تسارة المثال تسارة المغرب ترجع مرة أخرى عند وردي وردي استعد لتصويب يختار تمرير ممتازة بالحالي بيدخل داخل منطقة الجزاء هنا حدراف تمرير استيمات كبيرة الدفاع أمام المحاولات المستمرة ترجع مرة أخرى ترجع مرة أخرى ولكن خطأ يقول الحكام لفريق الرجاء الريادي دغطين بقوة العناصر الفريق الرجاء الريادي فيما هنا لكي يستفضيه كنسقط على أبيه ملعب كيرجع من جديد كورة ممتازة زاكريا حدراف زاكريا حدراف تمرير الجانبية فرصة يعني الحارس عبدالعلي محمدين مصر كورة بليد ديالو ولكن محمد العزيز هو الآخر سامب إبعاد الكورة الماضية اللي كان بإمكانها أنها تكون في المرمى رجعت مرة أخرى إبعادا للخطور عن طريق من؟ عن طريق اللاعب حمزة الرقراجي اللي بعد الكورة ديالو مباشرة عند بادر بنون بادر بنون كي يحافظ على الكورة كي يرجع لخلف الأنستاذ نيتي جوج ديها دقايق موتبقي على نهاية الوقت القانوني للجولة الأولى نتيجة المرسومة لحد الساعة فهي جوج دي الاهداف للنظر يلي بركني عن طريق بكر الهلالي ولابا كوتجو فيما الهدف الوحيد هو عن طريق اللعب زكريا حدراف فورصة في خط الأمامي بن حالب رجعت مرة أخرى عن طريق أميلكس اختار لابا كوتجو كذلك كان شاهدو بالفعالية المعروفة لابا كوتجو ولو أنه غير من المكان ديالو للاحته لابا كوتجو مش الجيال يمنا وخل المكان ديالو الجيال يسرى للعب سلمانو للحج بإلى حافيدي حافيدي بخارج قدم زكريا حدراف زكريا حدراف يحفظ لكورتو دخل داخل منطقة جزا زكريا حدراف يرفع كورة ولكن هناك بكر الهلالي هنا فرصة في خط الأمامي والحكم يقول هناك مخالفة للعب النهضة الريادية البركنية إنه لا تكون شيء إسابة مؤثرة على اعتبار أنه عمر بطيب كان نحاول يستفد من تموضع ديالو في القرى الماضية لكن شاهدونا الفرصة تمرينا الجانبية حارس وأيضا محمد عزيز في إبعاد الخطورة شاهدونا أب لمسة أولى ولمسة الثانية لإبعاد هذه الخطورة كان بإمكانها أن تشكل خطورة واضحة المترك ديال الفريق النظرية ديالبركنية إذن تذكير بالنتيجة جزء الأدف مقابل الأدف واحد الرجاء كيف سيتعامل مع هذه الدقائق المتبقية بعد نهاية الوقت القانوني عشرات توادين عام ينقى ديالوقت القانوني من هذه الجولة الأولى الجولة الثانية أهمال كبيرة يعني سيعقدها ناس فريق رجائرية ديال اللعبي ديالو خاصة المواجمين بشأنهم يلقعوا الحلول على المسؤول الخط الأمامي كارتيرون مطالب بشأنه يلقى الحلول في هذه المواجهة دقيقة واحدة يدف الحكم دليل على أنه الجولة الأولى يعني مكاشفاته وقفات كثيرة كورا ممي عند لاباكوتجو الهدف الدوري احتراف الاتصالة المغرب لحد ساعة 14 إيصابة في شيباك المختلف الانديا الوطنية نتابعونا سامير ويدار فرحان نسوش منه لاباكوتجو يهدف أيضا حتى على المسؤول من أفسد كأس الاتحاد الأفريقية وكوفي الأفريقية كورا مليوبا ترجع مباشرة خط الأمامي وردي ممتاز هذه بن حليب زكريا حدراف رائعا تمشي ممتازة الحافيدي كان بإمكاننا أن يضعف الشيباك وتأتي في هذه اللحظات مشاهدة كرام الصافرة المنهية لتفاصيل الجولة الأولى بالنتيجة المعروفة جوجيا الأهداف مقابل هدف واحد نحن نتابعوه هنا آخر محاولة كم إمكانها تحمل جديد عبد الحافيدي كورتو مباشرة إلى خارج الديد من العام إذن مشاهدة كرام شكرا لكم على حسن المعاينة والمتابعة نبقاكم في قادم المواعيد الريادية إلى اللقاء عدنا لكم من جديد مشاهدة كرام في كل مكالي سنة فالتعريق الأطوار الجولة الثانية من عمر هذه المقابلة التي تجمع بين فريقية رجار يلي وفريق نادر يلي بركانيا الجولة الأولى تأتي بالنتيجة المعروفة هدفين مقابل هدف واحد الآن الجولة الثانية تطلعت كبيرة بشأنه هذه الجولة الثانية تكون أفضل له أحسن من ناحية العطاء من ناحية المرضود من ناحية الأهداف التالية سنشاهدون كل فريق ما يمكنه أن يقدم في هذه المنافسة الجولة الثانية الطريقة أيها الحب الكرام بين الطرفين نادر يلي الريادية البركانية وفريق رجاء ريدي أي الفريقين قادر على استمرار بنفس الطريقة نفس الواتيرة هل يمكن رجاء أن يعود في المباراة وأن يستجع الأقل الافتعاد لأمن نظر يلي بركانيا فطمحه كبير نحو اقتناس ثلاث نقاط كميرة كورة من العباء نظر يلي بركانيا جالي أسرع عن لاباكوتجو لاباكوتجو يحافظ على كورة ديالو يرجع البكر ليلالي بكر ليلالي ما يتصرعش يختار كورة عمامية عند ملكاس ملكاس مريرا ممتازة دخلها خمية قاسة جازة لاباكوتجو تصويبا جنيلة جنيلة والحكم كيقول كورة غير عمدية يعني غير متعمدة ومتلي لا يحتسب ضربة جازة كورة عمامية لأن محاولة بن حليب كورة عمامية فرصة فرصة تصويبا ولكن في آخر مطاف يعني سوفي رحيمي وجل أمامه يوسوف طيوف المكان المناسب لتيمكن من إيقاف التصويب الماضية اللي كان يمكنها أنها تحمل الجديد هناك نشاهده عمد علي محمدي تمريلها ديالو بكر ليلالي بكر ليلالي نزل كورة ديالو بودو يختار فرحان فرحان تمريلها أمامية ولكن الأقرب وأنا سزنيتي أنا سزنيتي تمكم كورتو عمد رحيم الشاكير كورة العوبة الآن المسوخة دفاعي بناء العملية اللوجومية عن طريق لعب عمد رحيم الشاكير الشاكير يختار إعادة الكورة مرة أخرى الرجوية مجال يسرى هنا الانطلاق عن طريق لعب الوردي الوردي كانت رقب الكورة ديالو وكيش غيرات بين الشرطين حد سعيني ولا نحدي النفس اللاعبين كورة عند محمود بن حليب كرفة كورة ديالو ممتزة بعيدا بعض الشيء بعيدا بعض الشيء يعني كان يمكن الوصول الكورة يعني كينا بعيدا بعض الشيء إلى خارج رضيقنا نعب ضربة مرمى عبدالعلي بحمدي في اللغة الماضية وحنا كنتشاهدون رفع ديال الكورة داخل منطقة الجزاء وهنا الكورة اللي كانت قريبة من القائمة اليسر وحنا كورة ديالو ممتزة خط الامامي فرصة فرصة لخيمي تقتل جزاء ممسلمان والحاش ولكن مقدماتش اي جديد سيناريو دي الجولة التانية كيف بيمكن فريقا ان يتعامل معه هل بيمكن رجاء نيعود عبدالحافيدي ممتاز طريقة دي المنوغة دي المجموع من اللاعبين عبدالحافيدي كيحافظ على كورتو يختار رجال يوسرا فابريسنغا محمود بن حاليب بن حاليب كنترق في الخط الامامي فرصة الحكام يقول ما كيش هناك اي شي ارضوان جيد لتابع اللقطة الماضية الاعتبار انه كانت فرصة داخل منطقة جزاء وزاكريا حضرة فنشاهدونها يحاول ممكن انه يوقف الكرة ولكن الحكام اعتبر انه التدخل كان ناجح من جانب عبدالعلي المحمدي لابعاد الخطورة الماضية وبالتالي كرة مباشرة كنتمشي الى خارج رضية الميدان كرة امامية افتجاه تمس ينفد عن طريق ديس حداد حداد يحافظ على كورة ديالو كيفشي عند وردي الوردي بن محمود بن حاليب ضائعة عمار بطيب ممتاز عمار كنا عمكورة ديالو في الخطة الامامية دي محاولة ممتازة رجوية دخول داخل منطقة الجزاء ممتازة ممتازة محاولة من جديد فرصة تسويب تسويب ودف هدف تعدل من جانب فريق الرجاء ريادي مع انطلاقة الجولة التانية يعني طريقة شميلة وتكية دخول داخل منطقة الجزاء زكري حدرا في تموضع المناسب والمكان الصحيح يتمكن من بلورة المجهودة ديال الفريق ونع الكورة في المرمى موالينا بذلك على هدف تعدل منشاهدون الإعادة والطريقة ديالمروغة ديالعمر مطيب لعب متمكين لعب ليحسب له طريقة الماضية في بناء العملية الوجومية ثم بعد ذلك كتجي كورة عند لعب زكري حدرا في رجل اليمنى يوضع الكورة في المرمى موالينا عن هدف تاني للفريق الرجاء الريادي روبعية إذن في مقابلة اليوم ربعادي الأهداف كاملة جوجوج مقابلة يعني طيبة وجيدة بين الطرفين أول أهداف الجولة التانية جاب أقدام مع نصف فريق الرجاء الريادي عن طريق اللاعب زكري حدرا اللاعب اللي يتمكن من وضع الكورة في المرمى جمعة من اللاعبين يا فريق الرجاء الريادي في شماع في حديث بعد سجيل الهدف كتشاهدون الآن يعني عاقبين العزم على لأن تلقى بشكل أفضل وأحسن مع تلقات هذه الجولة التانية خمسة ديال تخيق الأولى من عمر الجولة التانية مشاهدة كرام كي يجي الهدف الهدف الأول كارتين على الصورة يظهر المدرب الذي يحاول ما أمكن ويحرص ما أمكن على أن تضل الأمور في جهة الأهداف من نسبة الفريق البركاني وأن تنضاف أهداف أخرى من جنب فريق الرجاء غالين تابعونا الكورة أمامياء مباشرة عند أنس الزنيتي كيتمكم كورتو أنس الزنيتي كي ينزل الكورة للرحيم شاكير شاكيري غير الجهة اليسرى عند بانون بانون عند حافيدي حافيدي كحافظ على كورة ديالو يختار زكريا حدراف ثم فابريسنغا هنا تمريلات المترابطات الصغيرة بين عناصف فريق رجاء الريادي بناء العملية الهجومية عن طريق النعب حافيدي تمريلات ديالو ممتازة فرصة فرصة دخول داخل منطقة جزاء محمود بن حاليب ينطلق بالكورة ديالو فرصة تسويب أو تمريل يختار تمريلات في آخر مطاف كورة الزوية دغط راشوي مستمر مع انطلقة الجولة الثانية يحاولون بذلك تسجيل هدف آخر بعد سجيل زكريا حدراف تمريلات جانبية رأسية ديال محمد عزيز الكابتانو محمد عزيز هنا أمين الكاسر بدأت فعل الفريق النظرية دي بركانيا هنا تتأخر سامين ويدار يلعب كورته في الخطأ أمامي من جديد سامين ويدار يحافظ على كورة ديالو بشكل ممتاز هنا فرحان سامين ودحاج سامين ودحاج معتش فعالية الكبيرة في المقابلة كما كان الحل وكان الأمر أمام فريق أوتوديو الكونغولي كورة في خطأ أمامي فرصة تمشي عند سامين ويدار ولبا كوتجو تصويبه ولكن ارتقنات بحل اللاعبين والمساة اليد يلو والحكم عدراحي مشاكل للمساة الكورة والحكم يقول ضربة خطأ لفريق النظرية ديال بركانيا هذا محمد فرحان لاعب خطأ الوساط اللاعب اللي عنده دور فعال صراحة في تشكيلة ديال فريق نظرية ديال بركانيا 22 سنة محمد فرحان شاهدوا اللقطة والكورة اللي كان بإمكاننا تحمل جديد على أين ضربة خطأ خلف الكورة مجموعة ملاعبين لو أن صند المبارك على رقعة الملعب كان ممكن ان تحتوه على تألق كبير ولكن الآن عمر النمساوي اللي موجود على رقعة الملعب ومن أرشحه بنسبة كبيرة لتصويب هذه الكورة مباشرة نحو المرمى هناك سلمان أولاد الحاج أيضا من اللاعبين المعروف عنهم تصويب المباشر ولكن أرشح لعب عمر النمساوي معروف بتصويباته وخاصة الكورة التابعة لعب متمكين ولعب ليسبق وسجل مجموعة من الأهداف خاصة من هذا المكان هذا كل فارق إلا وهناك لعبين اللي مباشرة يكون ضربة خطأ كما نشاهد عن عمر النمساوي إذن هو من السعيد لهذه الكورة هل سينفيد هذه الكورة مباشرة للمرمى أم سيختار تمرين سنتابع إذن عمر النمساوي يويئ نفسه شوف تموضوع دي الحكم عمر النمساوي يصويب ولكن بعيدة بعيدة تماما لأنه كورة العباب من الأسفل بشكل كبير وبتالي اعتلات العارضة الأفقية بسنتيمترات بعيدة وبتالي إلى خارج أرضية الملعب يعني شاهدون اللقطة إلى خارج أرضية الملعب لم تقدم أي جديد عمر النمساوي لعب كبقى مرشح فوق العداف العديد من الكورة التابعة جمال مرتدى من دراجوية دخول داخل منطقة الجزاء محمود بن حاليب العنصر للمتحرك والفعال في هذه المقابلة مع انطلاقات الجولة الثانية واللعب اللي قام بانطلاقات كثيرة من الجاليوسرا وكانت عنده أيضا تمريلات حاسمة داخل منطقة الجزاء فيخلق الشغب الوجومي عن المستوى الكورة قدم خاصة بطريقة والأسود ديالو ديال أنه في الجاليوسراكي يحاول ما أمكن أنه يرفع كورات بشكل جيد هذه محاولة كترجاء مرة أخرى لفرحان فرحان ينعب كورة أمامية الأقرب بادر بانون بانون يرجع كورته لأناس الزنيتي أنس الزنيتي كان خارج على المرمى ديالو مع ذلك تمكن من تمرير عمر نمسوي واللي كيحصر الكورة رجعت مرة أخرى عمر نمسوي كيرفع كورة ديالو في خطل أمامي هذه محاولة عنده أمي الكاس أمي الكاس تمريلات جاليوسرا عمر تمشي عن محمد عزيز محمد عزيز كيرفع كورة ديالو جانبية فرصة إيزا الكورة محاولات سويبا ولكن من الكاس كان في وضعية مناسبة وضع الكورة في المرمى من جديد تمريلات جانبية ولكن فرحان كورتو ارتطمت فابريسنغا نمسوي يلعب كورتو مع فرحان فرحان يلعب كورة داخل منطقة الجزاء رأسية جميلة لاعب سلمان ولد الحاج كان قريب من وضع الكورة في المرمى رأسية ديالو بشكل جيد ولكن فوق المرمى سنتيمترات قليلة فقط طب التالي كورة الفريق ريادي حاول بخاطة الوسط خطايق الحكم بوطيب شادون التمريرا يعني كانت عالية بعض الشيء ورأسية ديال اللعب المعروف والقوية سلمان وضحاج ولكن كورتو بشات مباشرة إلى خارج رضيات من أبنين وسلمان وضحاج لعب متمكن نحن نتابع الكورة داخل منطقة الجزاء محاولة فرصة فرصة كان قريب من الكورة المادية طرب الجزاء لفريق الرجاء ريادي الدخول داخل منطقة الجزاء وتمويه لأنه تمويه كان جيد وأعتقد سوفير رحيمي واللعب اللي كان تمويه داخل منطقة الجزاء غالي نشاهدوا الإعادة تنوير الجمهور الكريم وببطح نحن نشاهدون سوفير رحيمي دكاء ديال اللعب هنا دايو تأخذ ديالو شوفوا شوفوا الريش ديال دايو نعم إذن ضرب الجزاء صحيحة يعلن عنها حكم المباراة وبدون تردود الحكم لأنه تجريبها حكم دولي روانجيين إذن ضرب الجزاء وما كانش فيه احتجاج بشكل كبير يعني احتل لعبين فريق نهضر يدي بركانيا كنشاهدوا صحيح أنه الحارس الحمدي لن يستسيغ الأمر ولكن ما كانش احتجاجات كبيرة ومتلي قرار صائب من جانب الحكم أرضوانجيين نشاهدوا الآن حوار بدر بنون العميد مع الحارس الحارس عبدالعلي المحمدي من بيمكنه أن يتألق هل هو هذا الحارس عبدالعلي المحمدي أم لعب بدر بنون نتابعوا إذن هالي القرأ صويبة من جانب بدر بنون ويسجل هدف ثالث للرجاء الرجاء ينطلق بقوة مع انطلاقة الجولة الثانية بدر بنون يضع القرأ في المرمى مؤلنا عن ثالث الهدف للرجاء مقابل هدفين للنظر يدي بركانيا وكأن بسيناريو المباراة عن كأس الاتحاد الأفريقي مباراة الكوفيدرالي الأفريقية أربعة من قبل الاثنين هل يمكن أن يحقق الرجاء الانتقام الكوروي إن صح التعبير ولو أننا نشاهد هذه القرأة هي ثلاثة مقابل اثنين ولكن رد الفعل هذه الفريق النظرية بركانيا كيف ستكون حاجة أخرى ننويك بالحادث لأنه نرتعم بقراءة جيدة للقرأة الماضية وكام يمكن أن نوصل القرأة لكن بأطر بنون نرقل القرأة في الزوية البعيدة مؤلنا بذلك على الثالث الأهداف لرجاء رياني تتا مقابل اثنين هي نتيجة المسجلة أحد ساعة في هذه المباراة تغيير في هذه اللحظات يوسف وضيو نعم باللير تأكب ضربة الجنزة الماضية ويتم تغييره بإقحام اللعب السماعي المقدم إذن أنا غاد يخل بشي لسند زملاءه في هذه المواجهة مشوعة باللعبين قلت أنا صحيح أنه عم صمد الباركيج لصدوكة الاحتياط الشيخ واتارا إذن بيلا الباري مش موعة من اللاعبين يعني لم يتم يقحمهم في هذا اللقاء من جنفة رياني رياني بركاني ومع ذلك فاحتر رجاء رياني ما عندهش في اللقاء لم يتم يقحم حتى سابدتها بالكورة فرصة فرصة رجاء ويداف هداف رابع هداف رابع طريق زكريا حدراف سيناريو إلى المباراة الكأس الكوفيدرال الأفريقية يعود ربعاني الأهداف مقابل اثنين هي الحصة النهائية لتاتبها المباراة بين الطرفين معا في منافسة كأس لتحال الأفريقي ويبدو أن فريق رجاء رياني بالملعب البلدي لمدينة بركاني يعود ليحقق الآن تقدم بروبعية ناكاتيرون سعيد بالنتيجة المحققة في هذه المواجهة ويشاهدون طريقة ديال بناء العملية للوجومية تبدو ممتازة وبالماقص والتوجود الرائع لزكريا حدراف هاتريك مميز لزكريا حدراف اللي كي تمكن من تسجيل ثلاثة ديال الأهداف في هذه المقابلة واحده اللعب اللي مقدم صراحة حضور جيد في هذا اللقاء نذكر بنا وبضربانون سجل من نقطة الجهزة ولكن زكريا حدراف أرجع وسجل من تهدي الأهداف واحده في هذا اللقاء بالدليل أنه اللاعب قدم الانتعاش الهجومية في خط الأمامي بالصورة المطلوبة بطريقة المطلوبة نحن نتابعونا قراء في خط الأمامي زكريا حدراف يعني إحنا اليوم إحنا في الجولة رقم 21 جمنا جولة 21 سجل زكريا حدراف قبل هذه المقابلة لتدي الأهداف يعني طيوال مشوار دياله طيوال مشوار دياله في المنافسات ديال البطولة الوطنية التي صرت المغرب سجلت لتدي الأهداف واليوم بدأت في سجلت لتدي الأهداف أخرى يعني في المقابلة يعني مباراة اليوم تعادل مشوار البطولة الوطنية الاحتراق بيرتسالة المغرب في سويا الزكريا حدراف قيلة المباراة الماضية الأخرى ستدي الأهداف أتخليه يرتقي في السلام التطيبي ستدي الأهداف أتخليه مباشرة يكون صاحب المركز الرابع أنه الآن المركز الأول لابا كوجو يعني معروف بتسجيله الأهداف حن نتابعونا الكورة أمامية محاولة عن لابا كوجو لابا كوجو يحاول انطلق لكاري مرفوع من الحاكم المساعد 14 هداف عند لابا كوجو لابا كوجو في المركز الأول أول أولمبيك أسافي باللعب كوفي بوا ورجع باللعب محسن يجور في المركز تاني بشرة دي الأهداف هذا فرحان يغادر رقعة الملعب وعام صمد المباركي واللعب اللي دخل كبديل منذ لحظات إذن محمد فرحان يغادر وعام صمد المباركي واللعب اللي دخل باللعب كنت تحدث عن الهدافين قلت للمركز الأول في المركز الأول 14 هداف كوفي بوا محسن يجور 10 هداف سايمون مصوفا وخالد حشادي اللعب للأولمبيك خريبقا بالتمنيا دي الأهداف في مركز الثالث وفي المركز الرابع فأمدوا سماكي من الكوكب ريالي مراكوشي فيما يرتقي اللعب زكري حذراف ليكون في المركز الخامس بالفعل رفقة المهدي النغمي وأبراهيم بزغودي لعندهم ستاة دي الأهداف الدولي احتلافي امتسالة المغرب كورة من جديد رجوية محاولة ملعوبة خط المامي فرصة كينا رأي مرفوعة الحمود بن حليم في وضع التسندول الحكام المساعد وشير لعب محمود بن حليم نشاهدون الطريقة ننطلق يعني لعب محمود بن حليم إذن بكر ليلا يحاول ينطلق فرصة جال يسرى من محمد عزيز تمريرا داخل منطقة الجزاء عمد صمد لمباركي غدا يحاول ما يمكن يسام رفقة باقي زملاء و فجرعة إضافية مطلوبة من جديد فرق النظري بركانيا كورة مامية عمد صمد لمباركي كانت المطالبة بضرب الجزاء الاعتبار أنه ليس حداد لمسك كورة ولكن الحاكم يقول ما كيش هناك إي شي ونحن نشاهدون الإعادة عمد صمد لمباركي يرفع الكورة هنا صويبة والحاكم يقول أنه ليس هناك إي شي يتابع من زاوية أخرى صويبة هذه ثم تغطية من جانب الدفاع كورة تعود لرجاء ريادي تحضير برة أخرى عن طريق من؟ عن طريق فابريس سنقا يختار إعادة الكورة للعب بادر بانون عدر حيب شاكير فابريس سنقا ممتازة عند زكريا حدراف كتحسب أنه لعبين يفرق النظرية بركانيا عندهم خطوط متفككة في هذه المجا كورة ممتازة محاولة من جديد من جانب بن حمود بن حاليب إمكانية تصويب كورة ممتازة ممتازة تصويب أدف أمار بوطيب أمار بوطيب كيتمكير من تسجيل للهدف الخامس مقابلة اليوم من جانب الرجاء ريمون تدار جاوية يصح تابير بعد تأخر بجوجة للهدف مقابلة للهدف الرجاء يضرب بقوة في مباراة عام قوية وقوية جدا ممكن نقول بأننا اللاعبين للفريق نظرية بركانيا في حالة ذهول في مقابلة اليوم أمامها هذه العودة القوية العودة الموفقة من جانب فريق الرجاء ريدي تأخر بجوجة أهداف مقابلة للهدف واحد بعد ذلك الآن خمسة مقابلة للهدف فنشاهده عمر بوطيب هو الآخر لو نصيب من كعكات اليوم عن مستوى التسجيل عن مستوى التهديف لعب عمر بوطيب يضع الكرة في المرمى موالينان بذلك عن الهدف الخامس الخامس رجاوي والنصر الرجاوي يحلق عاليا اليوم فوق سماء مدينة بركان موالينان بذلك أنه قادم بقوة وأنه بإمكان أن يحقق الانتصار وما نتيجة الجولة الأولى إلا سحابة صيف عابرة كرة أمامية محاولة عن مستوى الخطأ الأمامي التحذير رجعت من سامي الويدار في اتجاه أمان في اتجاه عبدالعو كالضيع كالترجع من الوردي الوردي فابريسنغا يانطلي فابريسنغا لا مجال للحديث في مباراة اليوم إلا عن اتجاه واحد عن مرمى واحدة هي مرمى فريق النظرية بركانية كرة من جاليوسرى ضيعا رجعت المحمود بن حليب في عن زكريا هذا زكريا حافظي حافظي اسماعيل حدد الحدد عمر بطيب بطيب منعب كرة دي الممتزف تجاه سوفيا رحيمي رحيمي كيتمكن كرتو دخول داخل منطقة الجلزة محاولة منشل الاختراق ولكن كالضيع الكرة وكأنه بدفاعي فريق النظرية بركانية منهزم متأثير متزأزع بعد الحصول بعد وصول اللاعبين فريق الرجع دي خمس مرات خمس مرات لشيبك فريق النظرية دي البركانية شيبك الحارس عبدالعلي محمدي كرة نزنيتي تمريرا كالضيع كالفش عند المباركي المباركي يحاول يمر ينطلق منجه اليسرى فرصة يمكن يدير رفع الكرة داخل منطقة الجلزة مباراة صحيح أنه مجلل ولكن مباراة موتيرة وحنا نتابع الكرة فرصة يمكن يدير رفع الكرة داخل منطقة الجلزة هناك مساندة عمر نمساوي عمر نمساوي حفظة لكورتو إمكانية الانطلاقة داخل منطقة الجلزة عالية واناساس نيتي في المكان المونيس الخمسة هذه الأهداف مقابل جوش مباراة يعني استعرارية ومباراة مثيرة ومباراة قوية ومن كان يتصور هذا السيناريو وإيقاع بعد جوش لها الأهداف يعني في الربع ساعة الأولى من طلاقة المباراة تجمد المسلسل التهديفي لفريق النظرية بركانية عمر نمساوي سعيد لتلقي بطاقة صفراء ولو أن الاردوان جيد الآن إن دار شافه فقط إن دار شافه فقط هي هي أجواء حارة نب الجو الجو التقس حار ولكن هذه أمطار غزيرة يعني كما يقال في تدوين وكما يقال من جانب عشاق فريق الرجال وإيضا المتابعي مباراة اليوم لأنه يوم طير شباك فريق النظرية بركانية خمسة دي الأهداف نشاهدون الآن طريقة دي المرور في آخر مطاف يجي خطأ محاولات عديدة نكر السادة المشاهدين أنه هو لقاء عن الجولة رقم 21 ومن يكن تحت على الجولة رقم 21 فجولة انطلقت باللقاء المهم الفريق المولودية الوجدية أمام فريق الفتحة ريادة الباطية ثلاثة دي النقاط سوفيان كركاش اللي يتمكن من بصم حضور قوي جدا المولودية الوجدية الإشارة الفريق اللي يمكن قوله بأنه تقف المدرب تقف العناصر في اللاعبين صحيح أنه كفوضة صعبة جدا ولكن الحال يتغير فكرة قدم هي قراءة هي أيضا علم هي أيضا استراتيجية وأيضا عزيمة من جموعة من اللاعبين المولودية ووجدية كمثال للفريق اللي يرتقي المركز التاني في الدور احترافي اتصالة المغرب هنا تغيير محسن يجور هو الآخر يدخل لبشي سند زمراء في المقابلة يوسفية برشيد سريع وضم واحد واحد أولمبيك أسا في حاضرة المحيط في ديربي دوكالة عبداء يفوز على دفاع الحسن الجديد في آخر أنفاس المواجهة مقابلة اللي مشأت بشكل عادي إلى حدود الدقيقة تسعين كيجي كوفيبو ويعلن بذلك على تسجيل الهدف من نقطة الجزاء بطاق صفراء عمر نمسوي مجانية تمنى أنه مجموع من لعبين مدخلوش في النرفازة نذكر أيضا كوكب ريالي مراكوشي شباب ريف الحسيمي قمة إن صح تعبير على مسؤول أسفل الترتيب شباب ريف الحسيمي محسن فكري يضع كرة في المرمى وليك يفضل اقتصام النقاط دول واحد الواحد أبناء المدرب فرير يتمكنون من إنهاء المواجهة بتكافو ولو أن فريقه بيك خريب قام عرف كيف أنه في الأنفاس أخيرة من عمر لقاء باش أنه يخطف النقطة على اعتبار أنه فريق رجيش ملكيب انتصارات مؤخرا فكان انتصارات قوية إذن لقاء خمس أهداف مقابل اثنين والليقاء لكل شاهده الآن الرجاء ريادي أمام النهضة ريادية البركانية أهداف ثلاثة منها كانت من نصيب زكريا حدراف لهايتريك بشكل لهايتريك بطريقة جيدة من زكريا حدراف لأنه عرف كيف أنه يتعامل مع المباراة بشكل جيد زكريا حدراف لأهداف ديالو وبضرب بينهم ضرب الجلزاء وعمار بطيب بتصويب ديالو في آخر المطاف بكر الهيلالي ولما كوجو هدو من لعبين اللي عرفو كيف أنهم أيضا يوصلون للمرمى ولكن في الروح سهل أولا من عمر المقابلة في لعب الكرة ديالو أهداف صمد لمباركي نمساوي محاولة من جديد لنظر ريادية بركانية فرصة عن مسوخرة الأمامين ذكر بأنه اليوم تلتقون مع مقابلة أيضا قوية تيحا طانجة في ملعب كبير مدينة طانجة صعيس قبيل فريق حسنية أقادير نقاء مهم جدا بين طرفين ترقبوا عبر القناة ريادية تعليق زميلي عمد صمد والشيبة نحن نتابعونا محاولة عن مسوخرة الأمامي فرصة بن محمود يمرر فرصة هذا خمية تقاتل جالزة إمكانية تصويب تصويبا يعني كانت زاوية مفتوحة بشأنه نشاهدو هدف سادس في هذه المباراة فيما فريقنا ضرية بركانية كمشة دفاعيان هذه أجمة مرتدة مضادة معكم لأرش مشكل جيد نمساوي نحاول ما يمكن أنه يمرر رجعة كورا عن محسن ياجور محسن ياجور يمرر ماما مجموع من العيبين فرصة 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 نفس هدس كورا داف استعدي الأهداف مقابل اثنين يعني أمطار غزيرة نصح التعبير هذا هو العنوى الكبير فريق الرجاء الريادي يمطر مرمى فريق نادر ريادية بركانية بستة أهداف قاسية 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 في المباراة من دور احتراف اتصالة المغرب يعني نشاهد الطريقة دخول داخل منطقة الجزاء الاستينام الصحيح من جانب الزكريا أو من جانب النعب محسن ياجور ويضع الكورا في المرمى مولينا بذلك الهدف السادس منذ يعني مجرد دخوله يسهم والآخر في أهداف المقابلة لحد ساعة هل تقف طموحات فريق الرجاء الريادي عند هذا الحد أم أنه سيواصل بشكل أكبر فيما فريق النظر ريادي بركاني هل بإمكانه العودة لتدليل الفريق أربعة أهداف كاملة كفريق يعني نوعا ما صعبة نوعا ما صعبة صحيح الفريق البركاني يفتقد جمهوره في المؤمرات اليوم ولكن أتخيل كيف هي الأجواء في مدينة الداربيدة كيف هي أجواء المناصري ومحبي وعشاق فريق الرجاء ريادي ومشي فقط داخل الوطن وإنما حتى خارج الوطن يعني يأجواء ليست بسهلة إطلاقا يأجواء صراحة ممتعة للجماعير الرجوية ولكن غير ممتعة بالمرة للجماعير المحبة الفريق النظر يدي بركانياء كورا من العوبان أنا نفسه خطة دفاع بوطي ينطلق في كورتو جولة ثانية مغايرة ما من جولة أولى يوقع لنا شرط أول شرط لعبين شرط تاني شرط مدربين ماذا فعل كارتيرون في دكة احتيات فريق الرجا وفي مستودع ملابس فريق الرجا ماذا أعطاني لاعبين فريق الرجا نتابعونا محاول أن انطلق داخل منطقة الجزام الجديد باكر الهلالي يحاول يدخل داخل منطقة الجزام الجديد فرصة عن الصمد المباركي تسويبها ولكن ما مشهر بشكل جيد ترجع مرة أخرى عن سامير ويدار سامير ويدار عند محمد عزيز يحاول ينطلق ولكن كان الخطأ كان الخطأ يقول الحكام استيضام ديال سوفي الرحيمي وديال سامير ويدار مقابلة ديال ست أهدف مقابل هدفين فأعتقد أنه محدود من يتابعنا في هذه المواجهة يعني محدود من يتابع هذا السيناريو جولة تانية نهار فيها تماما فريق نظري لبركاني نهار فيها تماما إلا كان ممكن زميلي مخرج مباراة عبدو أحد عسدي شاهدنا كارتيرون أكيد لبتثام أعطيني المدريب ديال فريق نظري ديال بركاني أعطيني الجعواني المدريب اللي يبدو أنه يعني الآن هو غيكون فضعية صعبة كشاهدو كارتيرون الذي يبدو أنه سعيد في هذه المباراة كيفاش الأجواء ديال المدريب مونير جعواني أعتقد أنه غيكون فضعية صعبة لأنه الحلول ديال ممكن نقول بأنه منعدي ما تماما الوقت اللي غادي يجي تغيير صهو فريق رجاء ريادي يستعد ناح الدخول باش أنه يكون رفقة باقي اللاعبين كورا ماميا براس كورا منجل يسرى يمشي يجور ينطلق يجور يبحث يجور عن المرور يجور ممتاز كورا ماميا من جنب عبد الله إلى حافيدي تغطية في آخر مطاف رجعت مرة أخرى لتكون للنظرية بركانيا ينطلق بكر ليلالي بكر ليلالي عنده إمكان يدير رفع الكورا عن مستوى خط الماميا في آخر مطاف كدعل حافيدي حافيدي رجع كورتو لبضر بنون بنون ينعب كورا لسوفيا الرحيم الرجاء يقدم مقابلة مثالية يقدم مقابلة مثالية في لقاء اليوم تغييف صف فريق الرجاء ريدي ومازال تغيير مازال تغيير ماذا يريد كارثيرون يريد إرحة بعض العناصر وإدخال العناصر أخرى يريد إخراج عبد الله حافيدي نجم نجوم أيضا فريق الرجاء ريدي ذكر سيد بوشيدين أيضا أن كرة القدم الوطنية على مسؤول المنتخب الوطني المغربي ستدخل لمبارتين أمتين الأولى للمواجهة المنتخب الملوي لتمامل من شوار المسؤول القرى الأفريقية الكأس الأمم الأفريقية مصر في 19 وثانية لكأس رادي مبال الأرجنتين ويكون تكيد عبر القناة الريدية مونير محمدي ياسين بونو ريدا تاقناوتي مانويدا كوستار رومانسيس أو بالفعل رومانسيس لدي بن عطية الشرف حكيمي مجموعة من لعبين تم المنادات عليهم ليكونوا حاضرين في هذه التشكلة لعب الاتحاد كريم الأحمدي لدينا مجموعة أو لعب الاتحاد كريم الأحمدي لدينا يوسف أيت بن ناصر مبارك بوصوف مجموعة من الأسماء التي ستكون تحضر في هذه التشكلة دون نساء أنه سيكون غياب الحمد لله عبد الرزاق لأسباب عائلية كما صرح بذلك إيرفي رونار إذن الأجواء ستمشي مباشرة نحو النتيجة المستجلة السادي الأداف مقابل جوج ربع ساعة الأخيرة من عمر المقابلة من بإمكان أن يكون متألقا ومنهيا لتفاصيل هذه المواجهة بالحصة أتحدث عن الحصة لأنه الآن ستلجج فالمقابلة هل بإمكان أن تبوح بأسرار أخرى غير الأسرار لشنال اليوم فنتيجة تؤكد على أنه فريق الرجاء الريدي وصل للملتغى ويسير نحو نتيجة أخرى كرة يعني خطأ يقول حكام إذن فريق الرجاء ريدي يعطي إشارات لفريق أن المقابلة المقبلة لن تكون بسهلة السؤال مطروح لشن الرجاء ملعبات شبه ندية ونفس الكأس الاتحاد الأفريقية وكأس لكم في دراجة الأفريقية أنه مثل هذه المباراة كان بإمكانها أن تنهي حسابات حسابات المرور لدور ربع النهاية فريق متمكين اليوم مشاهدناه بشكل جيد كورا في خط الأمامي حدد حاول ترجع مرة أخرى فابريسنغ الوردي فرصة الآن لبناء العملية لشومية تحذير من جديد ما يمكن يديا تصويب أنشهدونا تصويب ولكن إلى خير جردية الملعب إلى خير جردية الملعب إذن ضربت مرمى لفريق الرجال ريدي نسير نحو الدقائق 12 المتبقية قل من 12 دقيقة نهاية الجولة الثانية من عمر هذه المقابلة باكر ليلالي يرفع كورا لا يوجد تسلل الحكم متأخر كثير تسلل يعني كان العين على الحكم المساعد لكن في آخر ما تفعلين تسلل نكر سيد المشاهدين أنه فريق أوتوديو فريق الكونغولي يبقى من الفرق اللي عنده فرص وفي ربش أنه دمن مقعد على المسؤول دور الربع نهاية تمنى أن الرجاء أو فريق حسن تاقدير أحد الفريقان الممثلان للمغرب يكونوا حاضرين في دور الربع إلى جانب فريقنا دور الربع لأنه فعلا الأمور يعني ما غدش تكون سهلا انتصار وانتظار أو انتصار وتأهل مباشر كل شيء ممكن انتصار وانتظار تعادل أو هزيمة هكذا ستكون الأمور بالنسبة الرجاء وبالنسبة أيضا حسن تاقدير اللي عنده مقابلة أمام المتصدر فريق ناظرية دي بركانية نكون واقعين نتيجة دي المقابلة اليوم وتخلي فريق ناظرية دي بركانية بشأنه يلعب مقابلة المقبلة أمام حسن تاقدير بواقعية أكبر عن اعتبار أنه سيبحث لتأكيد أنه هذه النتيجة دي المبارة اليوم يكبوا فقط بتأليم المتوقع أن تكون مقابلة أمام الحسن قابلة قوية في مراجاء نعطي إشارات أنه أمام أوتوديو ما عندوش غير حل وحيد هو الانتصار والانتصار طبعا كورة من العبن في خطل أمامي فرصة من عم صمد الماركين الواحد للصفق رجعت كورة مرة أخرى سوفي الرحيم تلقب الكورة ديلو آخر مطاف مباشرتين إلى خارج رقعة الملعب إذن مباراة تسير إلى دقائق الأخيرة المتبقية عشر فقط قلب عشر دقائق لنهي الوقت القانوني تغيير في هذه اللحظات في صف فريق رجع ريدي السوفي الرحيم يغادر رقعة الملعب فاسحا المجال على ما يبدو لمشاركة الملعب إشام إصلاح كورة مامي إلى خارج رقعة الملعب سيناري المباراة كيف تمنا كورة في الزاوية لإصالح فريق رجع ريدي سيناريو صراحة يعني نكونوا وقعين شخصيا لم أكن أتوقع هذه العودة للخلف بهذه الصورة هذه من جانب فريق النظرية بركانيا فريق الذي أرعب الجميع على مستوى منافسة كون في درية إفريقية هذه مباراة يعني ملعبش فيها الكل في الكل فريق النظرية بركانيا أم أنه يفكر في القديم من المنافسة تنشاهدونها نسير نحو الهدف في السابع اللي كان بإمكان أنه يكون في المرمى يعني كثرة المحاولات وكثرة الفرص فصراحة مدينة نشوفه منحة واحد للقرة وهو مرمى الحارس عبد العليم حمدي كورة في خط المامي تحذير عبد العليم حمدي قل من 8 دقيق نقل 7 دقيق متبقية لنهاية الوقت القانوني لهذه الموجهة كورة مامية محاولة من جانب فرحان كورة مباشرة إلى خير جديد منعب وهذه كانت محاولة من جانب لعب محمد عبد الله ضربة خطأ قريبا من منطقة الجزاء إذن ضربة خطأ كورة قريبة من منطقة الجزاء تنفذ ممتزات صوبة داف هدف تدليل الفريق الهدف التالت لصالح فريق نهضرية بركانية وطريقة جيدة على تبار أنه تموضع دي اللعب فريق نهضرية دي البركانية محمد عبد الله ومحمد عبد الله لعب اللعب اللي يتمكن من وضع الكرة في المرمى عناصر شابة اللعب اللي يتم اقحم في مباراة ماضيا اللعب لإعطاءه الحضور وإذن السينس إذن ثلاث هدف مقابل ستة كرة من جديد عند عبد سامد المباركي انطلق بالكرة صباح النظرية البركانية يدلل الفارق ويبحث للعودة في هذه المقابلة فيما تبقى من عمر هذا اللقاء ولا يريد أن تبقى فارق الأهداف يبقى فارق الأهداف كما هو الآن وإحنا نشاهده فرصة من أمين كاس يفع كورتو في غياب المتابعة فقط عمر بطي برجع الكورتو للحارس الحارس الحاضر بقوة أنا ستزنيتي ثلاثة دي الأهداف من قبل ستة غلة تهديفية كبيرة غلة تهديفية كبيرة في مقابلة اليوم كرة ممتزة من جاء اليمنى محاولة عن طريق من مساوي التمرير الجانبية والحارس أنا ستزنيتي كان في المكان المناسب المنادات عن الكورة من جنب عمد صمد مبارك اللي يحاول ما أمكان أنه يطلب الكورة في الدوزيانبال الكورات اللي ممكن يمسع أي لعب ويتمكن أن ذاك من إعادتها بشكل سليم كورة ترجع مرة أخرى من جنب يشام الصبح يحاول ما أمكان أن يطلق الكورتو ولكن ضيعة مرة أخرى تمشي نحو التمس تغذية دراقة استمرار وحاولات الفريق البركاني لتغليل الفريق نتيجة نوعا ما صعب ست مقابل ثلاثة الآن بادر بانون بادر بانون تبريد ممتازة نناح يلعب كورتو داخل منطقة الجزاء ولدف السبع السبع رجاوي السبع رجاوي بشكل جيد تأتي دي الكورة الرجاء رياد اليوم وكانه في حصة تدريبية نكونوا واقعين نادي النتيجة التي تتحدث عن نفسها لا أكون شيئا ولكن ما يحدث في مباراة اليوم لم نكن إطلاقا نتعود عليه في مباراة سابقة ما يحدث اليوم وأن الرجاء يندفع يسجل يبدع يقدم نفسه بأحسن صورة وإحسن عنوان يأتي الهدف عن طريق يجور يضع الكرة في المرمى معلنا عن إنهاء السطور عن كتاب لمباراة ستظل حديثة وسائل الإعلام بكل تأكيد لمدة طويلة سبعة مقابل ثلاثة هي الحصة المسجلة الآن فريق أربع هدف كرة مباشرة في اتجاه التباس نعم شادو كارتلون الهادئ تماما من يشاهدنا في هذه اللحظة التالي مباراة كرة القدم وليست كرة اليد أو غيرها من المباريات الأخرى نعم الرجاء الذي كان متأخرا مشاهدين كان متأخرا في الجوهة الأولى بجوجة الأهداف مقابل هدف واحد كان متأخرا في النتيجة الجولة الثانية انتفض وقدم لنفسي عنوانا باريزان مباراة عشرة أهداف كاملة هل يأتي الهدف رقم 11 ونتابعونا كورا ملاوبا في الخط الأمامي تحضير من الجيل اليمنى إمكانية التمرير المباشرة نفسي لا يكتفون لا يكتفون بالأهداف المسجلة يريدون أكثر يريدون أكثر كان بالإمكان نشاهده في بعض المباريات وبعض المدربين يعني نكونوا واقعين يسترجعن الجو أهداف ويرجع للدفاع نقول البارك انتهت يفكر في المباراة المقبيرة هذه مباراة فيها سبعة مقابل ثلاثة وما زل اللعبين وما زلت تشوف محاولات في الخط الأمامي امكانية لإضافة أهداف أخرى في اللقاء كنت نتحدث المقابلة على 4 مقابل جوج 4 مقابل جوج كأس كوفيدرية الأفريقية قلت ربما رجع بعدما سجل ثالث قلت ربما يسجل رابع وبتالي يثقر كرويا للمقابلة السابقة ولكن نشوف 7-3 لا عادي بالزاف آخر جوج دقيق آخر جوج دقيق متبقي على نهاية الوقت القانوني لهاية مواجهة ينتظر نعبو فريق نهضر يدي بركاني صافرة الحكام فقط شاهدنا حكام يطلب إعادة تنفيذ خطأ من مكانه الصحيح من مكانه الصحيح إذا نقترب من نهاية المقابلة آخر دقيقة وتبقي على نهاية الوقت القانوني عمر نمساوي عمر نمساوي هل يرفع كورة داخل منطقة الجزاء على الأغلب كورة ملوبة داخل منطقة الجزاء بعيدة بعيدة تماما بعيدة تماما لعب المعروف التصويب المباشر يختار تمدينة بهذه الطريقة كورة تعود مرة أخرى إذن ثلاثة دقيقة كوقت بدل ضائع شو ممكن تعطي ثلاثة دقيقة الوقت ليعطينا تسعين دقيقة عشر دي الأهداف كاملة مقابلة صراحة محظوظ من يتابع وللأسف أنا بدون شمر لو أنه بحضور جمايري كممكن أن نشاهده ندية أكبر صراحة تفاعل كبير مع الأهداف فأسبع مقابلة ثلاثة قدرنا نقول بأنه نتيجة ما كتكررش دائما نتيجة لا تتكرر دائما في مباراة الدور الاحتراف التصالة المغرب شاهدنا اليوم رفقة رجاء ورفقة ناظرية لبركانية ومحظوظ من يتابعنا ومحظوظ من يتابع هذه المقابلة يشهد على مباراة من مباراة الدور الاحتراف التصالة المغرب بعشرة أهداف كاملة في هذا اللقاء سبع مقابلة ثلاثة نعم سبع مقابلة ثلاثة رأي مرفوع من حكم مساعد مولينا على تسلل تحديدا الآن من جانب عبدالصمد لمباركي عبدالصمد لمباركي حافظ لكورتو تمرير الجهد يسرى محمد عزيز محمد عزيز كينا رأي مرفوع من حكم مساعد مولينا على تسلل تنهي الهجم من جل فريق النظرية دي بركانية فريقان بدأ يفكران الآن في القادم فيما هو آتي في المنافسات المقبلة في المشوار المقبل الرجاء اليوم يصالح جمهوره بسمع أهداف كاملة نعطي مؤشرات أفضل بكثير من المباريات السابقة من يستهلين بقدرة الرجاء وقوة الرجاء ولعبي الرجاء أكيد أن المباريات اليوم هي جواب للعديد من الأمور المسوى الكروي المسوى كرة القدم تابعنا محاولة ملعوبة على المسوى خطر أمامي فرصة إمكانية تمرير ضائعة فرصة من جديد آخر مطاف كانت تغطية تشاهدون كانت تغطية من جانب الدفاع رجاءت مرة أخرى العبد صمد لمباركي يلعب كورتو عبد صمد لمباركي يختار كرة على المسوى الخطر الأمامي في آخر مطاف إلى خارج أرضية الملعب اتجاه تمس مباراة تسير لتسلو سترة لإعلان صافرانيائية من ردوان جيد الحكم الذي قادم مباراة اليوم باقتدار أدوى لردوان جيد نسير نحو النهاية أن نتابع هنا الانطلاق عن طريق أيوب نناح نناح يغير لأمر بطيب وطيب نناح آخر أنفاس اللقاء آخر المحاولات تمرين مبتازة بادر بنون وفي هذه اللحظات مشاهد كرام يوني حكم على نهاية تفاصيل مقابلة اليوم بسبع داف مقابل ثلاثة الموعد سيتجدد في قدم المماريات إلى اللقاء حيشوا متعدكرة القدم مع اتصالات المغرب